وفي سياق منفصل موسى شاب في مقتبل العم لم يكن ينتظر أن يتحول من شاب حيوي لمعاق حيث وصيب في انفجار لغم فقد بصره ويديها ما قلب حياته رأسا على عاقب المزيد عن القصة هذا الشاب في تقرير أيمن عبد الرحيم وانجما بوكرش في سن الواحد والعشرين سنة تحولت حياة الشاب موسى إلى جحيمة فقد فقد بصره وبطرت ذراعاه بسبب انفجار لغم تقليدي زرعته أياد الجماعات الإرهابية في العشرية السوداء بججل أبل انفجار إلا في وجه موسى موسى تحول من مواطن عادي لضحية إرهاب معاق بنسبة 100% حيث أصبح يتنقل يأكل ويشرب بصعوبة كبيرة وما زاد من حجم معاناته تلك الظروف المعيشية والاجتماعية التي حرمته من مواصلة العلاج رغم ما أصابه بقى موسى مثالا للصبر والإصرار فقد ذبط 13 حزبا من كتاب الله